السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد معكم هند من إسطنبول نتمنى هاد الفيديو ألقاكم بخير وعلى خير فيديو اليوم إن شاء الله غايكون لأول مرة غادي نصور لكم في هاد المول لأقل ما يمكن القول عليه أنه مول رائع وجميل إعمار سكوير واحد من أكبر مراكز تسوق في تركيا وعبارة عن مركز تجاري لتسوق وأيضا للترفيه مستوحى تصميم معماري دياله من أجواء مدينة إسطنبول كيحتوي على مجموعة من المركات العالمية الفخمة وأيضا المركات العالمية العادية والمحلية تركية ومنساوش ملابس المحجبات اليوم إن شاء الله غا تكون واحد الجولة ليهي جميلة وكنتمنى أنكم تستمتعوا بها ندير لكم أيضا واحد الجولة خفيفة فروسمان باش نوريكم التخفيضات اللي كينا حاليا غادي نوريكم الأماكن الترفيهية اللي كينا سواء للكبار وأيضا للأطفال الصغار فين يمكن لكم تخليوا لويدات ديالكم يلعبوا بينما انتم ماكملتوا التسوق وغادي نعطيكم لمحة بسيطة على الأسعار الحالية ديال الأكل كيبكت تعرفوه مع الارتفاع في الأسعار الحالي كل شي تبدل إن شاء الله هذا الفيديو اليوم غادي يكون شامل كامل فاخليكم معي في الفيديو باش تعرفو كامل تفاصيل وكيفية الوصول إلى المول على بركة الله كيفية الوصول أنا مشيت بالميترو بيس هو دك الباصات اللي كيكون عنده متراك واحد في حل الميترو خديتو مهم من جواهر مول من حدا ميجي دياكي منتم ماك غادي تاخدو حتى المحطة اللي اسميها الفوق وزون شاير بالنسبة لكيفية الوصول را كنقول لكم دائما ديرو في حالي غادي تحملوا عندكم تطبيق ديال موفيت اللي دائما كننصحكم به ديال وسائل النقل اللي أنا ما يمكنش تحفظو الأرقام ما يمكنش حتى اللي عايشين هنا ما حظوش الأرقام حتى البساطة تبارك الله كتارين بالساف المهم كتاخدو مني كتنزلو من ديك المحطة كتخرجوا من المحطة وكتمشوا على يديكم الليسر ومن بعد كتدروا على اليمين ديالكم كين واحدة المدراسة تمامك وكتبقوا غادي نيشان رغي يبليكم هاد المسجيد ومن موراه ركي بليكم هادوك البرج كبير مكتوبة فيه ايمار غادي تفوتوا غير هاد المسجيد واحد مسجيد تبارك الله رائع تمامك واحد في الطريق وكتبقوا غادي نتمشوا تقريبا واحد العشرين حتى الخمسة وعشرين دقيقة هي في موفيت كيعتوك فقط 13 دقيقة ولكن مني نتمشيت في جوجل ماب أعطوني 23 دقيقة بالضبط راه محدكم غينتوا ما مني كتخرجوا من الميتروبيوس كتمشيوا على اليسر في اللول من بعد كتدروا على ليمن على المدراسة كيباليكم المول وحيت كين المول وبجنب ديالو أوتيل كيباليكم مكتوب فيه ايمار سكوير راه معروف كتدخلوني شان يعني من اي باب راه عندو بزاف جال ابواب الباب اللي قريب لكم أنا دخلت من الباب اللي اعطاني من هذيك الزناقي اللي خرش وكي الباب الرئيسي اللي على برا كيف كتدخلو كتلقاوو في حالكا المول على يعني مفتوح ماشي مقفل هذي غير الطابق كيب ما كنقولو ماشي الارضي ولكن كيبقى المول اللي مقفل كينلتحت يعني كتنزلو لتحت هنا يا الفوق في حال الشكل ديالفينيزيا مول ديرين هكا مفتح مفتوح صراحة زوين ديكور ما نقولش لكم رائع بزاف ما نكذبش عليكم هذا جاني واقي لأحسن مول أنا كنت كنقول فينيزيا كن كي عجبني فينيزيا استينيا ولكن هذي المول اللي هم ما تعرفوش عرفتوا واحد الجمالية فيه واحد الإحساس ما كتسخاوش خرجو بي وغدي تشوفوا شي ولو بعد المرة سرى الفيديو أو للصوار ما كيكونوش يعني كينما في الواقع في الواقع أحسن بزاف كينما كتشوفو كين بزاف جي الأماكن فيه اللي كنت تاخدوا صوار رائعة وجميلة وهذا الطبق هذا اللي يعني مفتوح هذا فيه الماركات العالمية اللي كنقولو حنا اللوكس في حالة لوي فيتان إغميس غالغي لفايت كينما جوتي كاختي موين بزاف دي الماركات كينين كينين هكا ديرين واحد لوتام باللون البنفسجي اللي كتلقوا حد سيارة كين حتى بيكشافس قلتوا عليه دائماً كننصحكم بهذاك المطعم رائع أو خلق أسعار ديال بودة بارتاف عاس ولكن الأكل ديالو راه أي طبق مايمكنش تطلبوشي طبق مايكونش سوين وما كيدروش غالي الأكل التوركي كيدرو الأكل العالمي ديالك شيرش كي يعجبني فيه وحتنا وكبير كبير وهنايا كينين هكا كراسي وعليهم هاد الورد البنفسجي كليكم تلتقطوا فيهم الصور وكيكونوا الناس بزاف كيتصوروا هنا لذلكم كنصحكم تمشيوا في الصباح كما كتعرفوا المولات الكاملين كيفتحوا من العشرة صباحاً حتى العشرة مساءاً حاولوا تكونوا مع العشرة الحداش يعني قبل من 12 باش هكا كلا بغتوا تخطو صورات زوينين كما كتشوفو هنا قدامي راكين لوي فيتون كارتيع اليسار موين قاعد الماركات العالمية كيني هنايا إفسالون تايل كينا هنا ياعد كين التحت غادي نزلو باشغل نقاو الماركات الأخرى العادية في حال السي واي كي دي فاكتو موين ديال الناس تدراوش في حالنا كين يعني كل شي بيش عجبني هاد المول ماشي فقط يقتصر واحد شريحة معينة برغم أنه مني كتدخل كي بنوليك واحد الناس اللي زوينين نقول لكم زوينين يعني واحد الناس واحد طبقة أخرى يعني محترمين المول ما عمرش بزات ما كينش ديك الاكتضاد في حال مثلا اللي كتلقوا في جواهر مول ديك الزحام اللي كيكون في الخلاص في الكيس لا هاد شي ما كينش هنا يرحمد لله ديك شي تعمى مقعد مزيان حما سالينا من ديك الطبق اللي ديال الناس تبارك الله اللي لديك الماركات للغالين بزات ما دخلتش لي هون أصلا ديك شي خسك الناس ديال ومعروفين اللي كيدخلوا أنا ما دخلتش أصلا تشي محل سواء العادين أو للغالين لأنه تبارك الله المول كبير كبير كنقول كبير كبير بزات فغادي ندير غي جولة باش نوريكم أشنو كين كين هاد المتحف جال الخدع البصرية اللي كين حتف تقسيم هادو ما الأسعار ديال الدخول جالو بنسبة الكبار 420 ليرا ماتوا عدد 15 الأورو تقريبا 1% و60 درهم مغربية والصغار ديال اليوم 330 ليرا العشاق الصور غادي يعجبون بزاف فيه دك شي زوين تصورات كتل وزبونين بالنسبة للمول كيما قلت لكم فيه بزاف جال يعني جال الماركات مختلفة سواء النسائية ولا رجالية ولا ديال الأطفال من طبقات معينة يعني مثلا كينين الماركات العادية اللي ديال ديال الأتراك العادية متناول وكينين الماركات اللي غالين كينين الماركات بزاف محلات ديال المحتجبات المحجبات كأرميني والماركات اللي كيبيعوا الملابس ديال الحجاب كينين أيضا مقاهي جميلة بالنسبة لأكستورات موجودين وكينين الماركات العالمية اللي معرفة Lakost نايك وإلى آخره بالنسبة لبستوا تعرفوا nos ديال أسماء ديال الماركات اللي كينين كان حتى ستاربكس اللي بغتو تشربو قهيوال وي فيتو أنا وريتها لكم في الأول كان اللي الفوق وكان وحدانية التحت كنظن زعمال طابق قاسمين كي الفوق عندهم وكي التحت كان كوتون ودوكل ماركات الالسي واي كي دي الناس العادية وكانين يعني باش عجبني المال صراحة لا يقتصروا على فئة واحدة يعني في بزاف دي الناس كل يوم يمشيوا ليه كان حتى هاد قوديفا دي الشوكولاتة البلجيكية اللي كي عجبني بزاف صراحة دي لين هنا مقهى وفحل الباتيسري اللي كليكم تشريوا منه الحليوات اولا يعني شوكولات ودغلسو كي تعجبني بزاف شوكولات ديانهم كان ماسيمو كان بولان بير موين قاع الماركات أنا حاولت نديلكم مقصطفات باش شوفوا الماركات مع العلم أنني مقدرش نضروه كامل لأنه تبارك الله كي ما كليكم كبير بزاف 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 وصراحة ندمت لي ما ما جيتش ليه من قبل يعني كتعرفوا بليه اسطنبول فيها مولات كتيرة وما يمكنش مشيوا تزورهم كاملين هذا من المولات جدد اللي تفتحوا غير في 2017 كي ما كتشوفوا هنا كينا أرميني دخلت طلعكم كتعرفوا الأسعار دي الأرميني ماشي رخيصة ندائما كنصحكم بتوبة كتجيوني الأسعار ديالها يعني غيزونابل دبارة ديريني تخفيضات في حال دباها دي كانت بـ 1250 ولات بـ 1000 ليرة اللي تقريبا دبا حاليا ماتوا عاديل 35 أورو اللي هي 380 درهم مغربية كي فكتلكم المول تفتح في 2017 من قبل إعمار توركيا اللي تابع لشركة إعمار العقارية الإماراتية راكم عارفينهم عندهم بزاف ديال الفروع في دول أخرى المول كيتألف من ثلاثة ديال الطوابق من السوحة تسميم دياله من أجواء مدينة إسطنبول تبارك الله كي ما قلت لكم من تخم واحقق واحد شهرة واسعة من قبل الأتراك وحسب السياح وخصوصا سياح من دول الخليج وذلك الاحتوائي على أفخم وأرقى الماركات العالمية وكيتمويز المول أيضا بوجود واحدة سكنية فخمة اللي تابع لي إضافة الفندق اللي قلت لكم في الأول وبجن دياله غايب لكم عمارات ثلاثة ديال العمارات واحد فيهم فندق من فئات الخمس نجوم كين بارك للسيارات اللي كتوجين بالسيارة كين بارك وكين حلبة ديال التزلوج وكين حديقة تحت الأرض ديال الحيوانات المائية وإعمار أكواريوم اللي غادي نوريها لكم في الفيديو الجاي إن شاء الله صورت فيها رائعة بزاف وصورت أيضا في سكاي بيو ديال الإمار صراحة منظر خرافي تمشيت على الممشا الزجاجي كانت واحد الإحساس زوين الفيديو تبارك لله غا يكون طويل إلا صورت لكم كل شي فهد جوج فيديوهد الأكواريوم والسكاي بيو إن شاء الله كانوا عدكم في الفيديو الجاي غادي نتكلم لكم عليها وعلى الأسعار دياله وعلى التزريبة بحدثها كيف أجداس ونرجعو للمول وغادي نمشي ونشوفو صراحة الإبداع في الديزاين ديال المقاهي المطاعم مختلفة على باقي المولات صراحة زوينة بالسف في حالة المقهى ديرين عرض اللي هو فيه سان سيباستين زائد قهوة ديال الفيلتر فقط بمية وخمسة وثلاثين ليرا اللي هي ما كاملاش تخمسة أورو خمسين درهام دخلنا دابا الجهة ديال الأكل المطاعم صراحة عندهم واحد يعني بزاف ديال الاختيار هنا بدوق طوق دونياسي طوق دونياسي الغنية التاريفة دائما نقول لكم ما يمكنش نبشي للشيمول كان ناكل غير عنده أحسن ليه يعني ما عنديش مع الفاست فود وذيك المأكولات ليه هذا هو كيبقى نقي وزوين وأيضا نرخيص وكان أكد على هذا الرخيص دابا حاليا نراكل شي زاد في الأسعار وهو بقي دار مية وخمسين ليرا اللي هي خمسة أورو ونص قريبا سين درهام مغربية وراكم عارفين البلاديالو تبارك الله كبير فيه صالات وفيه معجنات يعني ماكارونا وأيضا فيه جج فتبارك الله عندهم واحد الاختيار كبير مطاعم يعني مختصة بمعجنات بيتزا الإيطالية بالنسبة للأطباق التركية التقليبية والعصرية يعني أي حاجة بغيتوها غادي تلقاوا هنا يا حتى المطاعم الخاصة بالحلو كما كتشفوا الوافل أنا اليوم اختارت أنني ناكل صاندويش من عند دوري ملاي هالدوري ملاي صراحة زربتها مرة واحدة وعجباتني صاندويش عندهم يعني السعر دياله معقول وأيضا لديد بالزاف دائما كان ناخد الأدانا كباب إلا ما بغيتوهاش يعني بالكباب الحار خدوا أورفا أورفا كباب أنا حديثة أدانا كباب حارة والداخل كيدلك معاها شوية ديال الفريت كيكونوا رقاق مقرملين عاتي واحد للطعم زوين مع شوية ديال الخاص وهذا والبصل ما شهيتكم زوين بزاف السعر دياله رخيص يعني مقارنة مع مطاعم الأخرى صاندويش طويل يعني كبير ومشبع السعر دياله ميا وتسعو دليرا حاليا تقريبا واحد ثلاثة أورو فاصلة ثمانية ثنين واربعين درهم مغربية عادي لابغتو تتاخدوه مع الفريت جانبا هدك اكسترا كتزيدوها او لليموناتا لليموناتا صراحة ما عجبتنيش عندهم حلوة شوية رجعوا للمال كينا فيكتوريا سيكرات كينا حتى بنسبة الحالويات كينا هده سينابون عروفة من هدك الحالويات اللي كيكونوا هكا ضايرين ملوين على شكل حالزوني انا مراهم لكم هنا يعني عن قرب معروفة بززاف وتبارك الله عندكم اختيار كتير فين تاكلو فين تقلسو يعني غادي تحيرو بالنسبة للعشاق جينات دائما كنقول لكم مافي والاختيار احسن ماركة دي الجين في تركيا هي مافي دائما كنحكم بها بالنسبة للماركة الاخرى العالمية رها موجودة يعني سواء المعروفة والغير معروفة التركية والغير تركية هنا هده الطابق نقل الجوجه فين كين سكاي فيو مراجي ان شاء الله هنوريكم كينين ايضا محلات كين تيركسال دي الهواتف النقالة هادا بالجنب دي السكاي فيو اللي قلت لكم وكينين ايضا العربات اللي باوتو تكرهو هون ما كانش عندكم بوسات الاولاد ديالكم كي بدو من الساعة بمية وخمسين ليرة يتقريباش خمسة أورواني ستين درهم وكتحطو واحد سباق ديال ميتين ليرة وحتى بالنسبة للالعاب الاطفال تهي مية وخمسين ليرة نصف ساعة هادو اللي باوتو تقلسو وليداتكم هنا يبقاو ملهيين كيلعبو بما انتو مادرشوا التسوق ديالكم كيعيطو لكم في تريفون من كيسالي الوقت كين هاد اي باي باي كادي خاصة غير بملابس والأشياء كاملة ديال اي باي باي وكين بجنب ديالها واحد مكان ديال اللعب ديال الكبار كيف كتشوفو على اليمين جالي كانوا الناس كيلعبو البلاي ستيشن كيف كتشوفو هادو غرف ديال بلاي كين هنا البولينج وكين عدة أشياء وبجنب ديالو ايضا غير غير تخرجو غير تلقاو وبجنب ديالو كين ألعاب للأطفال الصغار يعني الأعمار صغيرة فتبارك الله كون شي موجود كين هاد البلاسة فيها بزاف ملابس لحد الألعاب ديال الأطفال فهال ملابس ديال الأطفال ايضا فكين ما كتشوفو المول تبارك الله هما ديما تيدروا هاد القضية تيخليوا كل حاجة ديال الألعاب سواء الألعاب اللي كيتشيروا ولا الألعاب اللي كيمكن اللي الأطفال يلعبوا فيهم كيكونوا حدهم الملابس وذلك شي فهاد بلايلاند كتلقوها بزاف ديال المولات اللي كتكون فيها ألعاب كتيرة في حال هنا يعني على اليمين جالي كين ترمبولين كبيرة اللي يصار ديالي كين هاد الألعاب اللي كتشريو كتتتخضوا هاد الكارتة كتشريوها وكتعمروها بلي بغيتوا في حال اللي عندنا بالوليدات الصغار زوين صراحة فأي حاجة كتتقلبوا عليه غادي تلقوها فهد المول تخم كين حتى هاد الألعاب هادو ديال VR اللي كيكونوا بالخيال العلمي بجنب ديالو غا تلقوه روسمان روسمان الشركة الألمانية اللي كنقول لكم دائما لو تتشرو مكياج و تشرو منتجات ألمانية غا تلقوهم هنا بأسعار زوينة دبا حاليا نديرين تخفيضات ترازولينا صراحة هدي ديال ميبيلين هديك لوسطانيا تارت كما كتشوفو ديرين 50-40% بزاف ديال منتجات حتى هادا كلغت دانت يفخيص ديرين في 50% تسعر ديالو لاب 53 تقريبا جوش ديال الورو 20 درهم هادا ما ديرينش هل يتخفض ديال الصاق ديال دهار بزاف منكم كيقولوا كمشيو مكالقاو مش لف قراتيس لف تصنر كيطيرو قليل فاش كيبانو لك في شي متجر لانو الناس عرفوا الفعالية ديال كما كتشوفو ديرين البروموسيون غتبقى حسن 1 أكتوبر وهنا دائما اللي تمشي والرسمان ربعا المرات كيكون واحد البلاسة حاطين فيها هاد منتجات اللي كيكون فيها عروض ديال دك الشهر دك الشهر فقط مني كتشري وابتداء من 40 ليرة الفوق خذكم تشري وبعدها 40 ليرة عاد كتتتسفدو من هاد تخفيض اللي بعد المرات كيكون كتر من 50% يعني حاجات اللي كتكون في حال دبادي 42 ولا 19 ونص هاد لانجيت وكين حتى هاد المنتج دوك الأوراق اللي كيمنعو تصبغ الألوان في الماكينة ديال الصابون كتديرو حد الوريقة ولكن شي حاجة كتطلق ما كتطلقش بعدياتها هادو صراحة تنزوين هاد الملحة ديال الرجلين أولا ديال العمان كيمكن لكم تديروهم في البانيو وتصرخوا بيوك كيمكن لكم تديرو أنا كن جميلين ديال نفس طل وكن حط فيها الرجلي صراحة زوينة فكين ديال الفانيليا وهادو ديال وليدات الصغار هادو كيكون وحد في حال وحد الملحات يتدر في المادي العمان بالنسبة لصبايغ ديال الشعر حتاهم كاملين تخفض فيما يبلي لكم هادشي حمر كيبلك تخفض هادية اللي كن قولكم دا إنا صبا غا ناتوريل زوينة مكدر الشعر جباح حاليا ندري الـ 125 تقريبا 1-4 وروا ونصف 50 درهم بالنسبة للناس اللي كتبغي رويح زوينة في الحويج جيانا كنصحون بعض الحويبات هادو ديال دومول هادو ماركة ألمانية وعرب الساف وحال الحبيبات كتديرون في الماكينة ديال الصابون وصف كتديروا البرودوي في بلاستو العادية زوين هادا البرودوي هادا 50 ليرة تقريبا 1-80 درهم الغريبية درهم في التخفض وهذا فحل هادا الوريقات اللي ورأيتكم في الأول اللي ما يخليوش الألوان الدخل مع بعض إياتها هذا في عشرة الورقات فقط والاخر في 24 مهم هادا الماركة هادا هادا برو ديال البقع ورسمان حاليا نرى دي رفحل غراتيس وواتسن ولو خاصهم ضروري تكون عندك الكارت الكارت سهلة كتوقفو هنا كتسكن هادا الكود وقد دخلو للمعلومات لكم ولكن ضروري خاص تكون عندكم راقم اللي هو توركي حيث كي يوسط الكود فيه أو لا تسابطو ميساج في 72 76 سوف وكتسجلو معاهم أو كم ما درتو أنا وقفت تسجلت راسي في روسمان ومن بعد ندست في الكيست بغيت نعطيها الرقم ويقول للمشي مشكل راندو ذك بالكارت ديالي كين الناس كيتسهل ولا فوات صنف قراتي دباب على السياح ما تحتاج لكارت لتشي حاجة نتو موز زهر ديالكم وم التعكس معاكم شي وحدة صاوب فالماركات كين ما كتشوفو كين هاد بام بي معروف دائما نقول لكم ديال احذية ديال 50% اغلبية ديال المحل ديال عروض ديال تخفية 30 40 50 كون فا زارة كبيرة نايك المهم مونج وبزاف ديال الماركات المعروفين وبزاف ديال المقاهي والمطاعم وهنا دخلنا الوحد البلاسة اللي بسميناهما تركيش فيلاش فيلاش توركي زوين صراحة الديكور ديال رائع بالديور الملوانة كين حتى يعني فحل مكتشو السوق المصري كتلقاو الحلقوم كتلقاو التوابل ديالهم كين واحد محل تما كارو انا مدخلش في الاسعار ديال لكن في الاغلب غادي يكون غاليا لان في المول غير هو شوفوا ليه الديكور كيفاش دير صراحة رائع والله العادة لا ما سخيتش نخرج بالمون ما سخيتش دوس وقت طويل فيه وما سخيتش نخرج يعني اول مرة ندخلش في المون يعني نبغيه بالزاف من غير فينيزيا كما كان نقول لكم كي يجبني صراحة الديكور دياله هذا فاق يعني فينيزيا صراحة كين هاد المحل هاد معروف لو كان طال لكي دير الاكل التوركي لابغتوا تجربوا الاكل التوركي وكين ايضا هاد ارت بوكس اللي تيدخل بدك شي ديال العالم الافتراضي في حل في اعض اللي وريتكم قبيلة الالعاب بتقنيات الواقع الافتراضي الممكنين هنا هاد مطعيم كامل مطعيم اللي هي توركية حاولت نوريكم هاد غير المونو بش عارفو الاسعار حاليا دابا الاسعار كل هاد الاكل والات غالية غالية بزاف كيف كتشوفو 435 اللي هي 15 اورو 169 درهم للطبق زعمال عادي وكين ما كتشوفو هاد هو توركيش فيلاج بجزن ديالو كين واحد المحل جميل بزاف ديال الحلويات هاد الحلويات كاملين مخدمين اللي هي العجينة ديال اللوز كين حتى بيروري ممكن من قرائته شوفو صراحة شتو ارجعني الماضي والمحل زوين عادي الديكور ديالو رائع كان مشغولين صراحة مع الناس مكيش وانا دخلت رايز صورت لكم شكيلات ديال هاد الحلويات واخرش كان ايضا واتسن غراسيس ما بنش ليو لكن محلات ايضا اللي كيبيعو الديكورات ديال المنازيل والأواني وال يعني الفوتويات وكل شي موجود فاد المون فانتمنى تكون الجولة خفيفة ريفة على قلوبكم ما طول شاليكم ان شاء الله يدخلكم في الفيديو الجاي اللي غنوريكم واحد المنظر رائع صراحة من الفوق وقبل ما نسأل المون الراكين في المنطقة ديال اسكدار من جهة الاسيوية من اسطنبول وغدي نخلي ليكم كامل المعلومات في صندوق الوصف بالنسبة للناس اللي كتبغي تقرأ اكتر تفاصيل على المون والمعلومات اللي كتضر عليه وان شاء الله كما قلت لكم الفيديو الجاي غادي نتكلم في نفس المون الناس غادي نتكلم فقط على الاكواريوم وعلى من الفوق بالنسبة للناس اللي بغا تمشي من كادي كي الاسكدار سهلة لابطو تمشي والمول لكنتو قلسين في كادي كي رات قدروا تتاخدوا غير باص دخول الموفيت وتأكدوا من الرقم ديال ومعرف تشوف صراحة نلقيت وغادي نكسب لكم التحت في صندق الوصف كنشكركم بزاف على التعاليق الجميلة ديالكم على الدعم ديالكم المتواصل وكنتمنى هالفيديو لليعجب ديالكم خليوا ديالكم التحت نشكركم بزاف مرة أخرى إلى فيديو جاء سلام عليكم